تم مساء يومه الجمعة خامس عشر دجنبر الجاري ضبط وحجز كميات ضخمة من الفريت الغير صالح للاستهلاك بجماعة سعادة بمراكوش وحسب مصادر كاش أربعة وعشرين فإن السلطات بجماعة سعادة مدعومة بعناصر الدرك الملكي بالسوهل وممثل مختلف المصالح الصحية المختصة تتقدمهم مصالح المكتب الوطني للسلام الصحية للمنتجات الغدائية أونسا تمكنت من ضبط وحجز 750 كيلوغراما من الفريت الذي يتم إعداده من طرف تعاونية عشوائية داخل منزل حيث تبين أن الفريت المذكور يتم رشه بمادة مسرطنة بهدف منحه لوناً أبيضان بدلاً من الاسفرار الذي يبدو عليه بعد إعداده وحسب المصادر ذاتها فإن اللجنة التي انتقلت لعين المكان صادرت الكمية المذكورة من الفريت الفاسد والمادة المسرطنة كما صادرت أزيد من أربعة أطنان من البطاطس التي كانت في طور الإعداد لتجهيز الفريت الذي يتم بيعه لمحلات بيع المأكولات بمراكوش هذا وقد تم تحرير محضر بالواقعة بعد إطلاف السلع المحجوزة والاستماع لأفراد الأسرة التي تعملوا بالتعاونية الغير متوفرة على أي رخصة اقتصادية كما لا تتوفر على شهادة السلامة الصحية المملوحة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية أونسا في انتظار باقي الإجراءات التي ستتخذوا ضد أصحاب التعاونية